اشتركوا في القناة نضموا الى ديش الرساميين وفعل زر السنبيهات وحطوا لايك ونبدأ وكالعادي يا جماعي سأتلكم فيديو مرة رهيبة بحرفين المرة والأول مرة والأول مرة راح أرسم على ما هذا؟ راح أرسم عليه مرة متحمسة مرة متحمسة شو يميها أول مرة أرسم على جوال قدر سنتبعكم على عيباد ذيك الرسمة الخايسة اللي أريد أن أحدث في الفيديو بسببها لكن قبل ألاف السنين ومئات السنين ومدري كم سنة رسمت على جوالي وكانت خايسة كالعادة لأنه قبل ألاف السنين فكان رسم خايسة المهم لكن اليوم الرسمة ستكون احترافية أولا لأنها طلب مهلية فلازم أحترف فيها دقيقة عندنا عندما نرسم رسمة لي هتكون خايسة بابا النجار مخلوع اليوم سأرسم رسمها مرة رهيبة اللي هي هاتي هنا هنا طبعا طلبها مني شخص أعطاني جوال وقال يرسميلي إياها والصراحة اللي سأرسموا اللي هو اسمه روجر مدريش صراحة ما تبعت سأرسموا هنا طبعا ما سنتهي فيديو سأرسم على شي تاني اللي هي سماعتي سماعتي كنت محتارة بمرة أرسم عليها لأنه أحب مليون حاجة بس قاعدت أفكر اشياء اللي باقي مرسمتها وستعملت أني مرسمت أي شي عن ديزني طبعا سماعتي جد جديدة طلبتها من أميزون سأعطي لكم رابطها تحت لأنه صراحة مره رهيبة تعرفوا ليه؟ لأنها تعزل الصوت ونرسم فبالتالي ما أسمع ولا شي يعني ما أحد يقطع لي ونرسم هذا أحلى شي يا زماعة أحلى شي لأنني معاناة معاناة وطبعا أول شي يا زماعة ما رح أصنفر ودي أرسم عليه كده نظيف مدري رح أصنفر الشي طيب أخذ صنفرة نعمة مدري دا عندي ولا لا؟ يا رب عندي سودعة يا رب عندي واي زماعة الحمد لله بعد معاناة في البحث ساعات وساعات أمزح أمزح المهم لقيته رقص صنفرة أوكي أخايس هذا مرة أصبروا هذا أحسن أوكي هو مو نفس اللي بغاء لأن اللي بغاء شوفوا هذا ألف طيب اللي بغاء ألف وميتان يعني إن شاء الله ما يفرق على الميتان يحبوا صوت الصنفرة؟ أكيد لا ما في حد يحبوا بس أمزح رح تسمعوا مدري ما أحس ما أحس أن ينفع صنفر أصبر أنني لا يقبوا و أنا لا يجبون أنك دعوني لا شوف lots خلصت التخطيط لسه تلوين سيكون دمار ربعا هذا ملك القراصنة قبل لوفي مدني لوفي صار ملك القراصنة لا قلب اما علينا سأبدأ لونه لا أعرف المحتارة أبدأ بالخط أول أو بالصورة أحس ودي أبدأ بالصورة بس نفس الوقت أخاف هنا أرسم من مسيح هنا فشكل يمكن أن أضع منديل أو شيء ونرسم وأبدأ بالصورة حسن تعطيني كده إحساس معنوي وهنا سوات الشعر ومبيس طبعا يا جماعة سأستخدم الألوان أنجلوس لأن الألوان أنجلوس تثبت على الأزهزة وسأستخدم هذه المادة من أنجلوس وهذه المادة سوف نرسم فيها على البلاستيك أو المعدن أو شيء يعني ثبت للألوان طبعا هذا غير الورنيش الذي سأضعه بعدين سأضع 50% من الألوان أنجلوس و50% من الألوان هذه المادة كان كثرت ومسي الله عادي عافي يا قلبي المهم نتخلص ألواني حسنا أشعر أني مصرفة في العلوان بعض أحيانا بعض أحيانا ترى غلط تسخل الفرشة الوصخة جوت اللون مر غلط انتبو أقول لكم أنا بعض الأحيان أجيب اللون بزيادة المهم يلا نخلط طبعا هذه الطبقة البابة سأضعها في البشرة عشان بعدها لما نضع لون البشرة يعني ما أضع مليون طبقة من لون البشرة فهمين كيف وصراح الفرسة كبيرة لكن لا يوجد حال أغيرها لذلك يا رجل مر متوترة دقيقة 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 أصور فيديو بالتكتوك نعم مر نعم بس وعلي منين طبقك العادة مر نعم أنا والطبقات علاقة حب أمزح والله علاقة عداوة مرنا مرنا أبيض كثير أهلا رجعت بعد ما حطيت مليون طبقة طبعا حاليا كونت البشرة لون البشرة اللي هو استخدمت هادا اللون معه أبيض طيب أحدا لون البشرة الحين هادا لسه يباله طبقة بيضة شكله لونه أبدا بيسه خفيف لنذهب لنذهب يا رب انه خلاص طبقة واحدة يكفي اه طبعا لازم يبالك طبقة اوه اخي ربي اكره الطبقات للكثيرة شايفين كيف وقم انه حطوا الطبقة بيضة بس لسه لا لا حس تمام لا لا دقيقة حس تمام بس ايه اللون مرغامج اللون مرغامج حتى استفتيحي والصراحة هادا الدرجة ما ينفى وحطها سادا يعني بعض الحين انه ينفى الامر لا ينفى وفمرا كثرت أخلط 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 مرتبط قطل 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 South79 عندما اضر takie что انه في هذا المكان المعت formats تواصل قطل الم Berlin إذا أريد أن تتطور ذلك يجب أن تستخدم هذه المادة لا أعرف إذا تتوفر في السوق أو شيء لكننا طلبتها من الموقع الرسمي و أتوقع أنها موجودة في أمازون و أرجعت مرة ثالثة رابا خمسة ساتس المهم علينا شوفوا خططوا بالأسود طبعا الحين حد ألوان شعروا بالأسود هنا في شوية مرابس باين و هنا في شوية خلفية حساب عليها بس حلوانها و شكلها شوائي بعدين حد في الخط و بعدين على ومبيس و بعدين نكون نقول لكم مع السلامة و صح يا جماعة ما قلتوا لك في لضاءة لأنه ترى غيرتها جبت واحدة يباها فوق و جبت واحدة يباها هنا فقلوا لك كيف صرت أحسن أنا صراحة أشوف أنها صارت أحسن كثير بالذات انه ليون يدي صار أحلى أهو عدمت نفسي أول لون يدي كان مرة معفين يعني ده حين أحس حتى ما يحتاز عدل على ألوان الفيديو حسون مرة بيرفكت و طبعا الحين لما أنا استخدم الأسود هاستخدم برضو معاه هذه المادة الرهيبة حسنا حسنا يا جماعة إنسانة دين مجنونة فنش كريزي بس ما عاجبتني الرسمة هاعدل عليها أبدا مين حلوة 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 بس أحس في شي غلط في الألوان حشان كده رح أعدل عليه لا أعرف إذا واضح لكم أو لا بس شوفوا يعني الظلم مرة مواضح بالعكس مرة جنة ايه بس الظلم مواضح بالعكس حلوة أقول لكم الظلم مواضح حلوة طيب خلاص أنت صح شايفين يعني حس كده بغبية وأبعطي الرسمة كده لأنها صارت بيضة حقيقي بيضة كبيض قلبي بيض قلبي قلبي بيضة 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 حسنا حسنا شكله أحلي بكثير حقيقي و هنا صوت كده علمت بيضة حسنا كشخة بقي هنا ألوان الطاقية بالصفرة و كده أحدث كمانتشويتين و نضف البيض والحين صح هدي أسوي الكتابة صراحة الشكلة أنا شايف شكل مرة دمار مرة دمار مرة دمار حسنا حسنا هذا اللون هنا ما أنا عارف ما هي اللون حق الحروف بالضبط بس قاعد كده أحاول أطلعه أطلعه لحد ما يعني أحس أنه مقتنع فيه ما أدل أنت شرايكم تحسونه تماما أو لا أكنوا الكاميرا مايلا أحسوا تماما لأنه أغلبهم كده بني غامق يعني مو بشي فهمين مو بلون كده غريب مثلا طبعا شايفين هادي الفرشة اللي قاعد أرسم فيها ترا هادي كاتر فرشة أسمى من كده بكتير بعدين أنا حتى حقيقي أنا حتى جبت المشوط كده ستدي الخشب لو تبهوا أعلمكم الطريقة بس أنا قاعد أرسم بدون ما أشوفت الصورة فإن شاء الله مازي بالعيد لأنه حتى لو كنت محددة برضو لازم أشوفت الصورة ماثق في تحديدي مو ماثق فيه لأنه ينمسح يا بيرفكت أحس الأمر بيرفكت أحس الرسم بدت تطلع حلوة أمكن أفتحه شوية حشان يبين أكثر فهمين لأنه دول غامق بس صراحة لون مرة حلوة ليه لأنه لما نرسم بالأسود كده يعطي يبرز اللون صراحة يا جماعة مرة مقدرة إنه الشخص هذا عطاني جوال وثق فيني يعني مرة 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 مقدرة هذا الثقة أصلا في البداية كنت محسبة إنه بغاني جبل وكفر ورسم له علي بعدين قل لي أرسم لي أباك ترسمع الجوال بنفسه وانا لي منجدك يا جدا حرفيين كده تشايفين كده في الحماس الشتاعي عندي حرفيا واصل من فطرد الطلب هذا أبدأ فيه يعني بعدين وقت متأخر فاهمين يعني مودحين لأنه عندي طلبات أريدي ثانية بس سحبت على كل الطلبات الثانية بدت فيه لو عندكم طلب عندي ونحن ما خلوصوا فأسامحوني بس أنا قادة أشتغل وربي بس مرة الفترة دي عندي ضغط كده أوكي أسمعه ما حقدر أركز وأنا أصور فيديو لا لأنه أنا لما أجي أصور شايفين المسافة بين الأيباد وبين الرسمة حرفين هذا المسافة التي تكون بين عيون وبين الجوال أمني أرسم كده نعم مستحيلة مستحيل أركز جايز خلطوا الرسم أخيرا طلعت تحفف النية على الأرض الواقعة بس طبعا لسه مواخر طبقة مواخر خطوة لسه باقي الورنيش طيب الورنيش لسه محترر فيه ما نعرف كيف سوي ما نعرف سوي ما نعرف سوي مات ولا بلمعة فخلوني شوي اي صح نتزى نظف الهيكل المهم مو مشكلة المهم كده راضية مية بالمية حقيقي رغب اني أحس الخط غامق مرة لكن هو خط لوفي كده حقيقي احس لان فتحته كمان زيادة والحين نجي لهذه السماعة الرهيبة شوف كيف الصراحة لونها بمرة حلو فحشان كده راح أرسم رسمه مرة مرة يا جماعة ما نعرف لك قلت فحشان كده راح أرسم رسمه مرة لطيفة عن ديزني هي دي سو مركيت هنا راح أرسم رابنزول وهنا الثاني بصراحة أنا ما شفت الأفلام بس انهم كده مركيتين طبعا أول شي راح نسوي وينو 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 راح أطلع راح أطلع طبقة من اللون الابيض حشان نقدر نرسم براحتنا بعدين وهم شي أحلى شيء انه هذا يعني سطح مستوي فما حي طفشني في الرسم بس صح شكرا احتاجه أحط لصق أول حاجة كمان احسن صح شوفوا الحين لصقت السماعات زي ما انتم ملاحظين حشان ايه حشان اخذ راحتي بالتلوين طبعا سو راح ابدأ حط طبقة من اللون الابيض راح استخدم معاها هاد الشي شايفين كيف الطبقة خفيفة يعني وابح انها حط مليون تريليون طبقة أوفر وربي ما شو الله عوافع والله مرة خفيفة مو كان مفترض الصنفر هاول اكره شيء لما انتم الصنفر الصنفر اه سويت هادا الطبقات مدري كم طبقة اربعة اتوقع اربعة وصنفرتها استخدمت صنفر رقم ألف الحين هادا حسولة تدرج باللون الموف هادا حسولة تدرج باللون الازرق ليه هنا حر سبرا بنزل هنا بس يسمى بس انها الحورية حق البحر أساسا لازم نرى الفيلم كده حسنا نتحمس في الرسم او حسنا نتعلق بالسماع اكتر رانو ما المهم ما وافي اهلا ورجعت لكم بعد وقت طويل بالنسبة لي ووقت قصير بالنسبة لي المهم شوفوا اعطيت طبقات طبقات ركزوا طبقات للسماعة طبعا نواضح ان هنا ربنزل وهنا الحورية سوف ارسمهم مدري اشير لس اقول لا احس ما ودي اشيرهم ايو صح وقبل كل شي راح احط طبقة حماية ليه حسن لو غلط في ربنزل مثلا وابقى امسح بالكحول و بالماء مات المسحة الخلفية لانه حرفية لو المسحت هنهر هنهر هاذ مناعرف استخدم هذا المات مو مره مات высок وهو كثير من استخدم محتلة اصلاح اجر بقري عمي عدي العشرة واحدة ثلاثة أربة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة انا بغها تلاح تناقشني ايو صاحب اقول لكم على النصيحة دايما خصصوا فرشة للورنيش يعني لا ترسم فيها بدا خلوها نظيفة شوف كيف فرشة نظيفة اصبروا والله وريكم نطافتها نظيفة نظيفة ميمية لا شكت والحين راح تعيش الرسمة بالكامل معي اوكي اممم ميمية اوكي راح خلصت الرسمة الاولى طبعا لا احش على اللصج الا بعد ما اخلصها بالكامل كده حتى تكون اثنين منضيفين تمام اشتركوا 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة وطبعا سينجي الفيديات كثيرة لهم ولكن انتوا انجروا التعليقات وقلوني ايش عزبكم اكثر الرسم على لايفون او الرسم على السماعة طبعا هذي حقي السماعة بس الجوال مو حقي احق شخص طلبه طيب بس انا عزبنا هذا اكثر الجوال افمل وجرحت مشاعري الرسمه ايضا احق السماعة بايخ حرم عليك ادي اميرا ديزني اميرا جي اينا اوصح انا مليكة امين صح اذا عندكم شيء غريب ارسم عليها اكتبويني تحت في التعليقات لا تنسوا اللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجلس التنبيهات حتى اول ما نزل الفيديو بديكم مشاعر وبس مع السلامة بالنفيديو الجاي اول مرة تراني متحمسة لا تطفشيني اول مرة ارسم على موكي كنسي